كان طريقاً شاقاً وقدم الأمر سبعة أشهر لكنني الآن سعيدة لأن ضغط الرأي العام أصبح كبيراً تعرضت لإهانة كبيرة كيف كان الوضع بعد صدور الحكم لصالحك؟ صراخ ألاف الناس بعد خروجي من المحكمة لم يكن مريحاً وعندما فتحت بريدي الإلكتروني في سيارة الأجرى كان مليئاً بالشتائم قالوا عني إنني غير ديمقراطية رغم أنني أعتقد العكس لم أكن أظن بأن الأمر سيكون سيئاً إلى هذا الحد للأسف حدة الشتائم لم تتراجع اليوم فقط وصلتني رسائل مليئة بالاتهامات هل سيغير انتصارك في المحكمة شيئاً؟ أعتقد أنني بالأحرى حافظت على شيء ولم أغير شيئاً المحكمة تعيد حق مشاركة البرلمان في اتخاذ القرارات السياسية مرة أخرى وهذه هي وظيفتها الأصلية هل نتجه الآن إلى خروج ناعم من الاتحاد الأوروبي؟ لا أعرف الأمر يتوقف الآن على شجاعة السياسيين لديهم الحق في مساءلة عمل الحكومة ومراجعته هل لديك أهداف أخرى؟ أريد أن تصبح الحكومة والوزراء أكثر شفافية بحيث يتم التوضيح لأصحاب الأعمال المتلي ممن يعملون في قطاع المال تأثيرات خروج بريطانيا والقرارات المطروحة على طولة التفاوض جينا ميلر شكرا بكل سرور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر